الخبر المهم الزيارة اللي اقام بيها الرئيس عالفتاح سيسي الى السودان وقمة المصرية السودانية حسنم بتكلم على قمة في توقيت مهم جدا وقمة بتجدد مرة اخرى العلاقات المميزة جدا ما بين القاهرة والخرطوم السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال ان العلاقات بين مصر والسودان علاقات تاريخية لكن حدثت نقلة نوعية كبيرة في العلاقات منذ تولي الرئيس عالفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية أضف أيضا أن هناك لجان كثيرة مشتركة بين مصر والسودان منها القنصلية الدائمة الخاصة بمياه النيل والتجارة والصناعة كما أن هناك لجنة عليا تم ترقية رئاستها إلى مستوى رئيسي الدولة عقدت أول جولتها في أكتوبر 2016 كمان في جولة أخرى في أكتوبر المقبل ما بين الرئيسين أو الزعيمين السيد عفتاح السيسي ونظيره سيد عمر البشير المتحدث باسم الأسل الجمهورية أيضا أوضح أن مصر والسودان بصدد آليات كثيرة جدا وعلاقات متشعبة وأضاف قائلا أعتقد أن مستوى الآليات التنفيذية والمشتركة ما بين مصر والسودان ليس لها مثيل على مستوى العالم ما بين أي دولتين حتى ما بين مصر وأي دولة أخرى والمرحلة المقبلة ستشهد تفعيل لكل المعطيات والآليات ما بين القاهرة والخطور